اهلا بكم من الجديد لما نشوف كل هذه الاحداث والفعليات اللي بتشهدها مصر يوم بعد يوم زي مشروع الضبع وزي المشاريع للعملاقة الوطنية اللي بنشوفها كلنا بنبعث بي التفاؤل والامل في مصر القادمة ومصر الجديدة الحقيقة احنا عندنا ليست فقط هذه النماذج ولكن ايضا عندنا نماذج طبية ليست الصورة الذهنية المعروفة عن المستشفيات الحكومية او المركز الطبية بان لها مستواها راضيء او قليل الجودة وهذا بنقدم نموذج مركز امراض الكلة والمسالك البولية بجامعة المنصورة وهو اشبه الحقيقة بخليط نحل وكلمة السري في الموضوع هي الادارة الادارة مكنت هذا المركز من نجاحات عالمية زع صيته في العالم اجمع وفي الشرق الاوسط هو اول واكبر مركز طبي وعلمي وبحفي ايضا في مجال امراض الكلة والامراض السرطانية الخاصة بالكلة والمسالة والعيوب الخلقية المركز ده مركز مجاني اي مريض من منذ دخوله الى عيادة الخارجية يدفع التسكرة بجنيه فقط ثم يقوم بكافة التحليل والاشعة الى حتى مرحلة العمليات لقدر الله كل ده مجانا خدمة للمريض النموذج ده لو طبق مش بس في المستشفيات اللي في القهارة او في المحافظات لا في المستشفيات الاخرى الحكومية في المنصورة احنا مش هيبع عندنا اي مشكلة لساعدين ان احنا بنقدم هذا النموذج راقي جدا لمركز امراض الكلة بقيادة دكتور اشرف حافظ مدير مركز امراض الكلة والمسالك البولية جامعة المنصورة اهلا بحضرتك وانا وفتك دكتور اسمح لي اقتبس من كلام زميلة العزيزة دينا فكري واحنا كنا مندردش قبل الهوى وفاكر ان خضرك قلتلي ان كانت التذكرة بربع جنيه فدلوقتي مفيش ربع جنيه يعني مش متداول قوي فاصبحت التذكرة بجنيه وفي نفس الوقت انتو بتدقوا العلاج مجاني للمريض ازاي قدرتوا توصلوا للمعدلة دي خصوصا ان انتو بتقدموا رعاية طبية فائقة ومستوها عالمي السبع الخير الفكرة وبداية الفكرة بدأها الدكتور رميم ربنا يديله الصحة يا رب من السبينات وانشئ المركز في سنة 1983 والفكرة ان الخدمة الصحية او الرعاية الصحية ده تبعا للدستور وكل الدستير وفي كل الدول ده حق للمواطن فبالتالي احنا الفكرة ان المستشفى الحكومي الجامعي تستطيع تقديم خدمة طبية مجانية على مستوى عالمي وبالتالي في تصميم من البداية وحتى الان ان قيمة التذكرة رمزية ليس لها قيمة وامرانا فكرنا ان احنا نزود تمن التذكرة احنا الفكرة ان عندنا عيادة خارجية بيجي من 900 الى 1400 مليد يوميا من امراض جراحة الكولا والمسالك البولية واللي محتاجين زراعة كلا الكشف تذكرة جنيه ودي بيتفاعها المريض في اول مرة في المتابعة بعد كده مجانا الكشف مجانا التحاليل مجانا الاشعات مجانا واسرة في العلاج من العادة الخارجية مجانا واحنا بنصرف علاج في العادة الخارجية بخمسة مليون جنيه شهرين ومصممين على ان دا يستمر ييجي الجزء في الجراحات احنا المريض اللي بيحتاج جراحة 87% من المرضى الجراحات بيتم اجراءها مجانا و13% بيتم باجر واجر رمزي وعندنا الحاجة الكويسة اللي هي مهمة ان طالما المريض دخل المستشفى لاجراء جراحة ما فيش حد يعرف مين اللي باجر ومين اللي بمجانا ما عندناش قوض مخصصة لعلاقي اقتصادي السراهر واحدة القوض واحدة والمعاملة واحدة للقادر وغير القادر وهذه الفكرة الفكرة ان المواطن ينبغي الحفاظ على كرمته ان القادر او غير القادر خط تحت الكلمة دي طبعا يجد خدمة طبية متميزة بدون اي امتيازات لمن يملك اكثر احنا الحقيقة احنا بتقول لي بنقدر بنعمل ده ازاي من واحد موازنة الدولة تلتين او 65% مما ينفقه المركز وده حوالي 270 مليون جنيه في السنة من موازنة الدولة والجزء الباقي من تبرعات المصريين بدون دعاية او اي شيء الناس الخيرة بتلاقي ان المكان ده بيخدم الناس مجانا وبيقدم خدمة جيدة وبالتبعية فالتبرعات بتجيلنا نعمل في المزيد طبعا مع الاوضاع الحالية الحالية لكن بصفة عامة اهل الخير في مصر كان لهم دور كبير جدا على مدار السنين فان المركز ده يقدر يقدم الخدمة الطبية المجانية دي لكل المصريين بتوابهوا الكثير من التحديات منها بتطبع الحفاظ على المستوى الخاص بالمركز في الابديتينج اللي اطلع على كل ما هو حديث تكنولوجي وخصوصا المركز مهتم الان بالاهتمام بالميكانة في كل اقسامه بالاضافة بالطبع الى الاهتمام بالابحاث يعني هناك اكثر من سبعمائة بحث عالمي نشر في دوريات علمية وده معناه ان المركز على قائمة المراكز العالمية التي تهتم بهذه الامراض الخاصة بالكولا والفشل الكولاوي والامراض السرطانية والعيبة القلقية احنا في النهاية احنا مركز جامعي وبالتالي دور الجامعة في المجتمع يمثل في مركز امراض الكولا والمسالك البولية احنا لنا جزء من خدمة المجتمع اللي هو الجزء الالاجي جزء تعليمي في تعليم الطلاب في كلية طب جامعة المنصورة وتدريب الاطباء من داخل مصر ومن الدول العربية ومن جميع انحاء العالم احنا عندنا في ناس بتيجي من جميع انحاء العالم للتدريب 3 شهور او 6 شهور او سنة عندنا زملات بنيدي زملات في تخصص زراعة الكولا وفي مناظير الكولا وفي جراحة المسالك البولية في الاطفال لمدة عام وبيجي لنا ناس من برا بيدفعوا 1000 دولار شهرين للتدريب لمدة 12 شهور زي احنا بنعمل دورات تدريبية كل شهرين او 3 في تخصصات مختلفة بيجي لها ناس من جميع انحاء العالم وفي الجزء اللي هو التدريبي والتعليمي احنا بالاتفاق مع الوزارة الخارجية احنا مع سفير حازم فهمي بنعمل دورات للدول الافريقية في التخصص وخاصة دول حوض النيل في الابحاف طبعا ده جزء مهم جدا وزي محبايكو قلت احنا عندنا اكتر من سماوية بحث منشور في المجلات العالمية وعندنا معامل ابحاث داخل المركز لا يقل عن معامل ابحاث اللي موجودة في امريكا الشمالية سواء امريكا او كنادا طب دكتور يعني ممكن اكلم بصراحة ده نسمى ان كليات الطب على مستوى جمهورية مصر ككل ما بقتش بنفس مستوى كليات الطب بتاع زمان يعني اعداد كبيرة جدا من الطلبة يعني لو فيه تشريح او خلافه بيبقى حوالي مائدة التشريح اعداد غفيرة من الطلاب بحيث ان ما يقدرش يتفهم بصورة كاملة قصة التشريح ووظائف الاعضاء المشاكل اللي يمكن تصيبها يعني زي ما نسمع احنا مش متخصصين ايه الميزة اللي ميزتكو في طب المنصورة عن كليات الطب الاخرى وايضا الميزة بتاعت مركز القلة ما فيه مركز قلة في طول الجمهورية العرضة انتو الميزة بتاعتكو ايه طيب هنبتدي حضرتك بتكلم على نقطتين النقطة الاولى كلية طب المنصورة كلية طب المنصورة الادارة الحالية والادارات السابقة اهتمت بالجودة في التعليم فيه عندنا برنامج اسم المنصورة منشستر بالتعاون مع جامعة منشستر في بريطانيا وبيدي برنامج منتاز جدا والبرنامج ده بدأ من سنوات وانتقلت عدواه اللي هي المجموعات الصغيرة والتعليم الافضل الى البرنامج العادي في كلية طب المنصورة فده بقت فيه في الطب المنصورة اعداد صغيرة للتدريب مشكلة مصر بصفة عامة هي العداد الكبيرة ففيه small group teaching اللي هو تدريس لمجموعات صغيرة ده موجود في كلية طب المنصورة الكلية كمان الادارة الحالية اللي موجودة بتحرص على الجودة والاعتماد بتاع الكلية وده مهم جدا جدا والفيدباك او دور الطلبة في تقييم البرنامج التعليمي اللي موجود فده مميزات كلية طب المنصورة يجي مستشفيات جمعة المنصورة بصفة عامة الميزة اللي فيها كانت مع بداية مركز الكولة في سنة الثلاثة وتمانين هي المراكز الطبية المتخصصة وده حاجة متفردة في كلية الطب المنصورة في جامعة المنصورة انه فيه مركز لجراحة الكولة والمسالك البولية مركز لجراحات الجهاز الهضمي ومن اكبر الاماكن اللي بتعمل زراعة كبد في مصر زائد مركز لامراض الايون مركز للبطنة مستشفى للطوارئ ضخمة جدا بتخدم الاقليم كله زائد مستشفى للاطفال بتخدم الاطفال في جميع الحق المحافظة والمحافظات المجاورة فالتخصصية دي مهمة والعالم اتغير دلوقتي يعني كل ما كان المكان متخصص اكتر كل المكان ده قدر انه يصل الى مستويات اكبر نيجي المركز الامراض الكولة والمسالك البولية المركز ده مستشفى حكومة يعني زي وزي اي مستشفى حكومي طيب ليه هو مختلف هل انا اقدر اطبق النظام اللي موجود في مركز الكولة ده اطبقه على مستوى مصر بسؤال صعب محتاج ارادة يعني محتاج ارادة ومحتاج قدرة على ادارة المكان ده الفكرة بدأها الدكتور ونيم الناس اللي موجودة هي الناس اللي موجودة في جميع مستشفىات مصر يعني الاطباء هم عضاها التدريس في كلية طب المنصور عضاء هاية التدريس بياخدوا المرتب اللي بياخدوا اي استاذ جامعي في مصر لكن دي ناس مختلفة الناس دي بتقعد بتيجي الساعة 8 أو 8 ونص صبح وتقعد وغاية الساعة 5 وخمسة ونص وستة مساء لوقت انتهاء العمليات ليه لان كلنا اتربينا في بيئة من الالتزام ودي مهمة جدا ان احنا كلنا عارفين ان الالتزام ده سما بقت موجودة في سماات شخصية الناس كلها عندنا مثلا هيئة التمريد بياخدوا مركبات التمريد اللي بياخدوا في اي حط يمكن بنيديهم حوافز زيادة شوية لكن حبارك في يوم لما هتزوروا المركز هتلاقي اداء مختلف عندنا الصيدلية عندنا ادارة للصيدلية انا هقولك حبارك احنا من الاماكن العلالة في مصر اللي ما عندناش مشاكل في الادوية ليه عندنا نظام وعندنا عارفين هنجيب ايه وامتى وايه اللي هيحصل فيه ازمة النهاردة او بكرة او بعد سنة عندنا ادارة هندسية بتعمل صيانة احنا عندنا الاجهزة والمعدات بقالها 33 سنة فيه ادارة هندسية جيدة بتعمل صيانة لكل شيء فيه ادارة مالية وشؤون مالية فيه ناس بتبزي المجهود فيه مقابل مش كبير اوي فيه لان شايفة ان المكان ده بتح انت حضرتك الانسان لما بيبقى في مكان جميل تحضرتك لما تبقى في مكان جميل او بر او في مصر وتلاقي الشوارع نظيفة هترمي ورعة في الارض هي دي الفكرة الفكرة انك انت دخلت في مكان جميل مكان منظم مكان بيحترم ادمية الانسان وبيدي الموظف فرصة احنا عندنا ادارة للتمريد مثلا فيه تدريب مستمر للتمريد فيه بندرب كمان التمريد على مستوى المحافظة والجامعة كلها هنبعت تمريد يسافر بره ويرجع في دورات فيه افكار ان احنا هنجيب ناس من بره عشان التمريد فالمركز مش مش شخص المركز ده منظومة ضخمة منظومة ضخمة من البشر وادارات مختلفة طيب احنا هنرجع تاني لنقطة جراحات الكلة وزراعة الكلة ولكن خلينا هنرجع لمطروح مع زمننا محمد خالد ولقاءه عن الحوار المجتمعي في الضبعة ونرجع لك يا محمد تصدر محمد صباح الخير عبداليكم مشاهدين الكرام ونستكمل اللقاء مع دكتور اشرف حافظ مدير مركز امراض الكلة والمسلك البولية توقفنا يا دكتور عند مسألة زراعة الكلة وان المركز نجح في الوصول الى نسب عالمية ونجحات في هذا المجال يعني تمنا على زراعة الكلة في المركز وايضا ما سمعنا عنه من انتشار بعض الاورام في الكرام لدى الاطفال ونجح المركز في التعامل مع هذه الحالات احنا حضرتك بداية زراعة الكرام في المنصورة ومصر والشرق الاوسط بدأها اول زراعة الكرام في مصر سنة ستة وسبعين لسجنة الدكتور غنين حتى لوحظة احنا اجرينا الفين تونمية وخمسين زراعة كرام بنجاح نسب المجاح اللي عندنا احنا بنيجي نحسبها بعد خمس سنين بعد عشرة سنين نسب النجاح عندنا عالمي لدينا 90% ان الكليا تفضل او شغالة بعد خمس سنين تزل شوية بعد عشرة سنين لقاية 83% في مرضى عاملين زراعة كرام ولسه بيتابع معانا بقالهم 30 سنة دي الجزئية واحنا مشيين تقريبا بنعمل حوالي زراعة كرام جديدة سنوية الحمد لله من الاماكن اللي هو في مصر احنا معندناش مشاكل في داوة كان مشهورة او اسم سنين كان طلقت حملة كبيرة انه مش موجود وكده بنقدر نوفره وما حصلش عندنا توقف في زراعات الكولة بالنسبة للاطفال احنا عندنا واحدة لجراحة الكولة والمسالك البولية في الاطفال من افضل وحدات على مستوى العالم بنحس عدد المرضى عدد الاسرة الموجودة في الوحدة المستوى الاداء بيجينا طبعا الاطفال اللي قدر الله اللي يجيب عندهم اورام في الكولة او في المثانا او في البرستاتا او في الغدة فوق الكلوية والاسف الشديد الاورام في الاطفال في المناطق دي غالبيت هلو عزمة اكتر من 98% بتبقى اورام سرطانية الاورام دي عادة في الاطفال دي بتتعالج بالجراحة وبيحتاجوا علاج كيميائي مفيش حاجة مع جراحة فقط غالبا بيحتاجوا علاج كيميائي واحنا كمركز عندنا مكان مخصصينه في العادة الخارجية عشان اعطاء العلاج الكيميائي للاطفال دول وللمرضى يعني اي مرض اي مريض صواء طفل او كبير عنه سرطان احنا بنتكفل المركز بتوفير علاج الكيميائي ما حصلتش في تاريخ هذا المركز 33 سنة ان المريض يروح الاطفال الاطفال كيميائي مكلفة ما حصلش ان المريض راح معادل جلسة وقالنا له ده مش موجود او روح اشتريه او قصة دي ده غير وارد فدول لهم اولوية ودول ماشيين في علاجهم ودول اولوية للمركز وللمكان انا عايز اقول لكم حاجة مشاهدينا في كل مكان يعني خلال فترة نقاط زمان العزيز محمد خالد في الضبعة وخلال موجز الانباء كان في حوار ازعم انه كان حوار شيق جدا مع دوثنا العزيز الدكتور اشرف حافظ وكنت بسأله عن منظومة الادارة اللي مكنت مركز الكلف المنصورة من النجاح ومن الاستمرار في هذا النجاح قال تلات حاجات جمال جدا وبساط جدا لو تم تطبقهم في مصر يعني حامل امن احسن دول العالم حسن استغلال المواد المالية حتى لو كانت قليلة قال برضو ان لما اتفق على جهاز او حاجة باتفق معها على سيستم الصيانة وان الشركة لو اثرت هي نتيجة تدفع مش انا ندفع وبرضو تطبيق وانفاذ القانون على الجميع حضرتك يعني برضو وضح هذه المنظومة اللي انا لخصتها في تلك نقاط وانت حققتها او انتو حققتوها من ساعة دكتور غنيم جزاور الله كل خير وما زالت مستمر لغاية دلوقتي انا بس هبدأ بداية انا محققتش حاجة احنا النظام مستمر على مدارة 33 سنة انا في الادرابة المركز بقى لي 8 شهور 9 شهور حاجة زي كده نظام مستمر والنظام قايم على اشخاص اتربوا في بيئة من الالتزام والانضباط تمام فاحنا عندنا اولويات ايه الاولويات نمرة واحد حسن استغلال موارد وزي انا قلت الحضرتك مصر مش بلد فقيرة ابدا ابدا المشكلة في مصر في كافة المجالات على مدار السنين دي ودي مش مشكلة الحكومة الحالية دي على مدار سنين مضت هو سوق استغلال موارد انا ممكن يكون عندي موارد جاية جدا لكن اروح اشتري رخامه وجرانيته ومش عارف ايه حضر موارد فانا ايه اول حاجة ابقى عارف انا اللي محتاجه ايه دراسة جدوى كويسة نمرة اتنين وانا بشتري الحاجة اعمل عقد الصيانة وعقد الصيانة في غرامات تأخير على الشرك ان الجهاز ده هيعطى اليوم الف دولار غرامة فبالتالي الشركة بتصلح الجهاز او اي عطال بسرعة وبالتالي انا بحافظ على الجهاز او عقد الصيانة هيقلص بجدده فدي نقطة النقطة التانية المهمة العدالة يعني قيمة العدالة دي قيمة مهمة جدا العدالة بين المرضى زي ايه احنا مثلا عندنا نظام الزيارة للمرضى من واحدة لاثنين ونص ده انا مش زاعة امريكا مقدرش افتحها 24 ساعة عشان يبقى فيه نظام عشان يبقى فيه راحة للمرضى كل مريض له ثلاثة بيزوروا تذكرها مجانا لكن بعد الساعة اثنين ونص مهما كان الشخص مفيش حاجة اسمها زيارة مفيش لو حد مسؤول او كبير او غني يخش له زيارة ده من الطرف المريض ومريض فالواح بسيط قاعد جنبه في السرير ما يقدرش يخشه حد فالعدالة دين المرضى دي مهمة وقيمة العدالة دي مهمة بين المرضى وصورة المركز الجيدة نبع من صورته في زهن المواطن البسيط طالما المواطن البسيط حاسس ان ده ما كان بيحترم ادميته بيحترم كرمته وانه بيحقق العدالة في العلاج وفي كافة الشؤون الاجتماعية الاخرى هتبدأ صورة المركز الجيدة لا والحقيقة هي سورة المركز فعلا جيدة نتمنى فعلا أنها تكون نموذج لجميع المستشفيات الحكومية اللي كل ليل ونهار بنشوف هيئة رقابة الإدارية وأيضا رقابة من وزارة الصحة تروح المستشفيات الحكومية تلاقي عدم وجود الأطباء وعدم وجود مستلزمات طبية والناس يعني تروح مستلزمات الحكومية ما فيش حتى مستلزمات العلاج حتى البدائي في الطوارئ نتمنى فعلا أن مدام عندنا نموذج ناجح ومستمر الحمد لله والناس والحقيقة شر الأوسط كله عرفوا بيجيلوا ناس من جميع بلدان العالم من شرق الأوسط ومن أفريقيا نتمنى إن شاء الله أن يكون نموذج للكثير من المستشفيات الأخرى بشكرك شكرا جزيلا عظيم سلام لمركز الكولة والمسالك البولية بجامعة المنصورة شكرا جزيلا من مدير مركز أمراض الكولة والمسالك البولية بجامعة المنصورة شكرا جزيلا ومشاهدين الكرام وصلنا لختم فقرات اليوم من صباح الخرية مصر إلى اللقاء